عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عقد جلسة ممحثات في الظهران شرقي المملكة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية وقالت واس إن بن سلمان وسوليفان بحثا ما يتم العمل عليه بين البلدين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة إلى جانب المستجدات الأقليمية والأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية يضيف بيان وكالة الأنباء السعودية كما بحثا خلال لقائهما الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي قارب العمل على الانتهاء منها